مرحبا بكم أعزائي الطالب في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم، اليومنت السابع، الدرس التاسع طبعا الدرس التاسع احنا عرفنا سابقا أنه عبارة عن درس مخصص للمراجعة نراجع به المواضيع اللي أخذناه خلال هذا اليومنت قبل ما نبدأ بالدرسات تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب بيج الفيسبوك المدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول المتوسط نبدأ بالدرس يونت 7 راوندوب اليومنت السابع الدرس المخصص للمراجعة شي يقول لي؟ يقول لي now you can do these things الآن يمكنك عمل هذه الأشياء يعني المواضيع اللي أخذتها خلال هذا اليومنت هي كالتالي أولا give instructions احنا قلنا أن اليومنت كلها عبارة عن عوامر، إعطاء تعليمات، تحذيرات إلى آخره فهنا الـ instructions هي التعليمات منطيني مجموعة من الأمثلة cut the page along that line اقطع الورقة على هذا الخط hold the knife in your right hand امسك السكين في يدك اليمنى hold the fish with your left hand وامسك السمكة في يدك اليسرى إلى آخره هنا أنا منطيني شنو؟ منطيني مجموعة من التعليمات يعني الموضوع الأول اللي أخذناه هو التعليمات وراها أخذنا الـ orders الـ orders اللي هي الأوامر مثلا open the window please افتح النافذ رجاءً drink the medicine اشرب الدوة إلى آخره وراها أخذنا الـ warnings التحذيرات don't pick up that broken glass لا تلتقط ذلك الزجاج المكسور never get into very hot bath لا تدخل في الحمام الحار جدا إلى آخره نقطة الرابعة والموضوع الرابع أخذنا موضوع الـ reflexive pronouns الضمار الإنعكاسية وقلنا أن الضمار الإنعكاسية هي الضمار التي تنعكس من وعلى الشخص يعني عندما يكون الفاعل والمفعول به نفس الشخص على سم مثال I bought myself a new camera yesterday اشتريت لنفسي كاميرا جديدة البارحة من هو الفاعل؟ من هو اللي اشترى؟ آني ومن اللي اشتروا له؟ كذلك آني الفاعل والمفعول به نفس الشخص بالتالي استخدمت الضمار الإنعكاسي كذلك استخدام الجمل الشرطية باستخدام F الشرطية على سم مثال If the phone rings I'll answer it هنا نمنطي لمثالة قلنا أنه F إذا جتني بالبداية يأتي بعدها جملة بلزبنا من المضارع البسيط خليه تأكد أن هذه الجملة مضارع بسيط The phone فاعل والفعل يحمل S لأن الفاعل مفرد أخذ للفعل S الشخص التالث إذن فاعل وفعل يحمل S مضارع بسيط والجملة الثانية اللي بعد الفارزة جملة بزمن المستقبل هو من طين I'll answer it I'll هي مختصرة ما ل I will I فاعل وال ومن ثم فعل مجرد إذن راجعنا بشكل بسيط بشكل سريع المواضيع اللي أخذناها خلال هذا اليونت لحد الآن ما كنت شيء مهم من الممكن أن يأتينا بالامتحان التحريري هذا مجرد مراجعة سريعة للمواضيع اللي أخذناها خلال هذا اليونت بكتاب النشاط تمني رقم واحد يقول لي نادر وزوجته هدى وابنهم فريد نادر وزوجته هدى وابنهم فريد يقودون بالسيارة يشتقون السيارة استمع إلى محادثتهم وأكمل الجملة التالية إذن مثل ما تعودنا سابقاً رح نقرأ المقطع النصي أو المحادثة اللي دارت بين نادر و هدى و فريد و نستخرج المعلومات و راح نجاوب على هذه الأسئلة المتعلقة بها نادر يتحدث يقول لذلك الرجل لم ينظر نادر أنت تقود بسرعة كبيرة جداً إنه خطير قد بحذر أو سوق بحذر رجعاً أنا أقود بحذر إنهم السائقين الآخرين نادر نادر قد بحذر أو بطئ إذا لم تفعل ذلك رح يصير حادث قلها حسناً إنهم تتحدث تقول لها فريد فريد يجاوب يقول لها هل أنت مرتدياً حزام الأمان قلها لا كلا يا أمي أنا لا أحتاج قلت لها بلا تحتاج نادر ارتديه نادر كن حذراً مالأمر اش قلت لك؟ قلت لك قلت لك ما المشكلة؟ مالأمر قلت لك هؤلاء الأولاد الاثنين انهم يقودون البايسيكل على الجانب الخاطئ على الجانب الخاطئ قلت لك لا بأس لقد رأيتهم لقد رأيتهم واحد من عندهم ما ماسك بالمقود ما البايسيكل فريد يتحدث يقول لها داد لماذا توقفت يا أبي؟ انها خطوط العبور يا فريد وذلك الرجل الكبير يريد أن يعبر الشارع وذلك الرجل الكبير يريد أن يعبر الشارع هل ترى؟ قلت لك نادر ذات بوي فهدا تتحدث يقول لك نادر ذلك الولد نادر يتحدث نادر يتحدث أو صاح على الولد قلت لك امشي على الرصيف وليس على الشارع أيها الأولاد لا يتحدث نادر نادر نائس وعندث وعندما تأخذ بما تقوم بره بالمقود ايجاب قالت لهم حسنا يا نادر قد بحذر او ببطء اذا قدت ببطء او اذا سقت السيارة ببطء سوف نصل الى الشاطئ في الوقت المحدد ونلحق على وجبة الغداء كن آيهاب ابيزا فريد يقول لهم اقدر اشتري بيزا فتجاوبه دام اللي هي أمه نعم يا فريد يمكنك أن تحظى بفيزا هسا استخرجنا المعلومات الآن نحاول نحل هذه الجمل شي يقول هدى الزوجة أو الأماية تعتقد بأن زوجها نادر يسوق شنو قلنا قلت لها أنت تسوق بسرعة كبيرة جدا فأقول لها تعتقد بأنه يسوق بسرعة كبيرة جدا نادر بينما نادر يعتقد بأنه يقود يقود بحذر فأقول لها هدى الزوجة هي قلت لها أنت تسوق بسرعة وهو يقول لها لا أنا دا أقود بحذر إذا لم يقودوا ببطء سوف يحظون سوف يحظون سوف يحظون بحذر فريد لا يرتدي فرع شن اللي ما مرتدي فريد اللي هو الطفل قلنا ما مرتدي حزام الأمان فأقول لها سيت بالت أثنان من الأولاد يقودون على الجانب الفراغ من الشارع يا جانب الجانب الخاطئ يسمي wrong side wrong side of the road نادر توقف على عندما سأل ابنه لماذا توقفت قال لها it's zebra crossing على خطوط العبور لأن هذا المكان المخصص لأن الناس يعبرون الطريق نادر told another boy to walk فراغ نادر أخبر أحد الأولاد أو واحد من الأولاد فريد اللي بالشارع أن يسير فراغ شن نهاية المناسبة للفراغ أن يسير على الرصيف مو على الشارع فأقول له on the pavement pavement من هذا الرصيف when they get to the beach عندما يصلون إلى الشاطئ they will have سوف يحضون يحضون بوجبة الغداء فأقول له lunch هذا ما يخص تمري رقم واحد هذا مجرد نشاط صفي الأستاذ يالك المقطع الصوتي بداخل الصف الطلاب يستمعون هذا المقطع الصوتي ويفتهمون ويحاولون يحلون هذه الأسئلة من خلال المقطع الصوتي غير مهم بالامتحان التحرير وامتحان الشفوي ننتقل إلى تمرير رقم اثنية يقول لي write the words that mean the same as the expressions below اكتب الكلمات التي تعطي نفس معاني تعابير التعليم شون يعني يعني أنا أرجع أقرأ هذه العبارة مثلا يقول لي things you light a fire with أشياء تشعل النيران فيها شن الشيء اللي نستخدمه على موضوع نشعل النيران أكيد أعواد الثقابة خذناها بدار السابق سميناها سميناها معجز معجز عواد الثقاب by yourself with nobody there بنفسك ولا يوجد أحد معك يعني أنت متواجد بمكان بنفسك وماكو أحد وياك هذه العبارة شنسميها نسميها alone شنو معناها alone معناها وحيدا you can roll boat with these هذه الكلمة أخذناها جدا جدا مهمة يجدد يمكنك أن تجدد باستخدام هذه شن سميناها المجاديب سميناها the oars you get it from a doctor when you are sick تحصل عليه من الطبيب عندما تكون مريض الطبيب من تروح له أنت مريض ماذا ينطيق ينطيق دوام فأقول له medicine always wear this in a car دائما ارتدي هذا الشيء في السيارة شن الشيء اللي يرتدي بالسيارة أكيد حزام الأمان فأقول له seat belt you can use it when you are lost يمكنك أن تستخدمه عندما تضيع شنو الشيء يستخدمه عندما نضيع الشيء يدلين بالاتجاهات البوصلة اللي سميناها الكمباس هذا التمرين قبل ما أنتقل من عنده تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري يجينا على شكل إسقاطات يجينا على شكل توصيل إلى آخره هذا التمرين حاول تحفظه أو بعض رساتها بمناسبة بعض رساتها يجيب بسؤال الإملاء شون يعني أستاذ بسؤال الإملاء يعني ينطيني things you light fire with فرعة أنت لازم تعرف أنه هذا الشيء اللي نلق بين نيران أو نشعل بين نيران هو الماتش بس هالمرة ما يضطيق بسؤال الإسقاطات يعني ما يضطيق الكلمة فوق أو الاختيارات أو التوصيلات أنت لازم تكتب الكلمة بإملاء صحيح لذلك ذني كلمات لحفظ إملاء ومعناء ننتقل يعني تمرير رقم ثلاثة يقول complete the sentences using the correct form of self أكمل الجمل التالية باستخدام الشكل الصحيح لself شين يعني self احنا ذكرناها بدروس سابقة يقصد بيها الضمار الانعكاسية يقول لك ذني الجمل أريدك تنطيني ضمير الانعكاسي مناسب يعني مثلا we always enjoy فراغ when we go on a picnic نحن دائما ما نمتع فراغ عندما نذهب في رحلة شنو الكلمة المناسبة للفراغ أريدك تنطيني reflexive إذا تذكرون reflexive pronoun ضمير الانعكاسي أروح أشوف الفاعل شنو we شنو الضمير الانعكاسي اللي نطلع من الwe ourselves نحن دائما ما نمتع أنفسنا عندما نذهب في رحلة I fell down the stairs وقعت أو سقطت من الدرج and hurt فراغ وآذيت نفسي الفاعل شنو I شنو الضمير الانعكاسي من I myself وهاكذا نادية had some money نادية لديها بعض الأموال so she bought لذلك اشترت فراغ a new phone اشترت فراغ هاتف جديد نادية شنو الضمير الانعكاسي من she herself لذلك اشترت لنفسها هاتف جديد you will make فراغ sick if you eat although sweet سوف تجعل فراغ مريضا إذا أكلت كل هذه الحلويات اليو هنا شنو فاعل شنو الضمير المنعكس من عنده yourself سوف تجعل نفسك مريضا إذا أكلت هذه الحلويات هذا التمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري مثل ما شرحنا بموضوع الضمار الانعكاسية أما يجيب لي أحد هذا الجمل ويقول لي reflexive pronoun أو يجيب لي أحد هذا الجمل وينطيني ضميرين الانعكاسيات مناسبة للجملة فأنت تختار الضمير المناسب حسب الفاعل إذا she لازم أطلع الى herself إذا I تمرير رقم أربعة استخدم كلمة مناسبة لإكمال الجمل التالية شوف هنا شي يقول لي يقول لي فراغ تدع الأولاد أو الصغار يلعبون بالأكياس البلاستيكية تذكروا موضوع الأوامر والتحذيرات قلنا إذا كانت التحذير كانت تحذير إيجابي خلوا إيا always وإذا كانت تحذير سلبي نستخدم ويا never هنا أن تدع الأطفال يلعبون بالأكياس البلاستيكية هذا الشيء إيجابي له سلبي هذا الشيء سلبي إذا شن خلوا إيا خلوا يا never أقول never let young children play with plastic bags أبدا لا تدع الأطفال يلعبون بالأكياس أبقل أدوية بعيدا عن متناول الأطفال هذا شيء إيجابي أقول لأ always keep medicines out of the reach of children نائما أبقل أدوية بعيدا عن متناول الأطفال run across the road أركض باتجاه الشارع هذا شيء سلبي أقول never run across the road أبدا لا تركض باتجاه الشارع أو على الشارع هذا تمرين كذلك تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري شون يجي نستاذ يجي بلي أحد هذي الجمل ويخير ني بأن never always شرحناها بشكل مفصل بالدرس السابقة شوك تختار never وشوك تختار always إذا كانت سلبية الجملة سلبية أختار لها never إذا كانت إيجابية أختار لها always هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا أنه درس بسيط جدا بهواي أمثلة أو تمارين مهمة جدا نراجع بها المواضيع السابقة فراجع لموضوع الأوامر مجموعة من التمارين المتعلقة بالأوامر والتعليمات والتوجيهات كذلك راجع لموضوع الرفلكس والبرونان الضمار النيكاسية إلى آخرهم لاحظنا نذن التمارين مهمة جدا تجي بالامتحان أخير السنة أو بالامتحان سؤال أو سفسار أو وضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابة المجلس في الفيديو الوصف